مرحبا بكم في سلسل التعامل ببرمجة الأندرويد معكم أسامة في حلقة جديدة وفي هذه الحلقة سوف نتعلم كيفية التعامل مع الانتن سيرفيز الانتن سيرفيز هي شبيهة بالسيرفيز ولكن الانتن سيرفيز ستقوم بإنشاء ووركر ثريد وهذا الوركر ثريد يقوم بمعالجة الطلبات واحدة وراء الأخرى لذلك نحن لا نحتاج أن نقوم بإنشاء نيو ثريد للريكوست اللي بيأخذ وقت طويل مثلا لو كانت اللي عندي أنا بتحميل برنامج وبيأخذ مني محواري خمس ثواني عشر ثواني أنا ما بحتاج أن أعمل نيو ثريد عشان يقوم بهذه المهمة ولكن ممكن أعملها في الان هندلر مباشرة خلونا نعمل برنامج جديد انتن هندلر ونشوف إيش معنى هذا الكلام مي سيرفيز كلاس جديد واسمه مي سيرفيز نعمل استيند استيند انتن انتن سيرفيز طبعا هو امبليمنت لازم نعمل امبليمنت لانهندل انتن لازم نعمل برضو ايضا نكون استراكتر طبعا نكون استراكتر ممكن من غير سترينج نيم كنما نكون استراكتر ونعطي له ماي سيرفيز هي اسم مش مشكلة شينكل هذا الكلام عندي الان اون هندل انتنت داخل الان هندل انتنت نقدر نسوي برنامج وقوم مثلا بتحميل ملف بياخد حوالي عشر ثواني او سبع ثواني خلونا نعمل قوم مثلا ب ويت نعمل برنامج بياخد مثلا حوالي انتقر حوالي عشر ثواني انتقر اكس ساوي سفر واي اكس قل من عشر مثلا ويت كام ويت خلونا نستنى الف ثانية ثانية اكس نس 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 يعني كل مرة يستنى حوالي عشر ثواني يقوم بتحميل بتنفيذ المقطع الموجود هنا يعني انا عندما استدعي لسيرفيز انتنت سيرفيز ينفذ المقطع الموجود هنا وياخذ حوالي عشر ثواني طبعا هنا انا البرنامج عندي ما حيتوقف عن عمل خلونا نعمل هنا واجهة نروح على Layout على Activity وهاتو نعمل واجهة نعمل ثلاثة ازرار او زرين واحد نبدا فيه السيرفيز الخدمة والتاني هاتو نحن في الموجود هنا اي الاول اي التاني هاتو نحط كمان هاتو نحط تكست لا مش تكست اه لاتو نمبر بسورد لين تكست هنحط بلين تكست عشان نشوف تعلق الجهة نشوف اكيب التعامل لحظة تنفيذ السيرفيز مش مهم اش يكون فيه تكست المهم ان عندي البوتون الاول اه ثلاثة يكون ثلاثة يكون ثلاثة يكون ثلاثة يكون Well طيب هتروح للبوتون الاول نسميه Start Button ونحط فيه هنا Text حط هنا البوتون هتنحط Save هو الوحدة نسميه Save Surface هو Start Start Surface عفوا Start Surface تانية نسميها Stop Stop Button Stop Button و Text سبحها Stop Surface الأول Start تانية Stop نرجع مطارن للأولى Start Button سأتون الروح هنا هذا الشيء كويس parent IDTX ID Click Text Click Text البوتون الاولى هذي البوتون التانية الآن كما نشاهد الآن عندي Stop Surface الأولى Start Surface ليه هنا وعندي التانية Stop Surface طبعا مش مهم الترتيب هنا المهم الترتيب حسب العلاقات هنا Top bottom off Start button Stop button اللي هي بتكون تحت Start button من هنا تكون منتصل مع bottom اللي موجودة هنا anyway خلينا نروح نبدأ بتعامل مع الاثنين دولار زي ما تعلمنا ممكن نقشر عليهم التنتين عرف button Start button Stop button هاتو نعطي قيمة للتنتين Start button Start button Find QR ID Start button Cast Stop button Stop button So we find Q by ID RID Stop button Cast Start نحن نبدأ بلي Sit عند الضغط على الزر هذا On Click Listener Stop button Sit On Click Listener New On Click Listener Okay الآن إيش اللي أنا بدأ أسويه طبعا خلينا نشغل عند l-entent الأولى نخليه نشغل Start Surface فمنحكي لو intent كما تعلمنا السابقة intent ساوي new intent main activity بدنا context ممكن نجيبه من main activity this و ال-class اللي بدنا نشغل my surface class start surface intent هم ال-copy و-paste ونحنا بس stop stop surface بس فيه اشي عشان قبل ما ننسى بنروح على activity وبنسجل السيرفيس هنا اللي هي اسمها my surface أوكي الهان برنامجنا جاهز بنحتاجنا نقوم بتشغيله نفتح الهان الهان جيني موشن اشتغلنا الهان جيني موشن خلونا نطبخ البرنامج تشغيل او run نستمع شوية في نقطة فقط هنا احنا نسينا نحط synchronized synchronized this synchronized this catch while اوكي ومبيتان فيه البرنامج مرة اخر نشوف النتيجة نقطة اخرى نستطيع ان نضيف ايضا هنا في الميسيفس نستطيع ان نضيف oncreate onstart command عشان نشوف مثلا هنا start انا مش عارفين احنا نبدأ ولا مبدأش بس بتوم لاحظوا يعني بقدر انا اكتب واتحرك وعمل اللي بدي اياه هنا هيك stop طب عشان نشوف create stop هات نشوف المراحل كيف تمشي زي ما عملنا مع surface اول واحدة oncreate onstart command و onstart command onstart command لبعدها اخر واحدة لهي ondestroy تنو عشان ندلل عكل واحدة oncreate tost make text make text get application context on create tost short خليها احسن tost short link short show احسن نعمل copy onstart command احسن نحط كمان عند ondestroy ondestroy create create start command نقوم بتطبيق البرناج ونشوف النتيجة استنى تشوف اه اه الان امام البرنامج لاحظوا معايا مسلا انا هايني هادي شغال مش مشكلة هنا بقدر اكتب لديها بس لاحظوا لما انا انا شغلت الى surface هي oncreate onstart command طبعا انا الحين شغالة surface انا فرض انه بقوم بعملية تحميل و بقوم ببرامج معينة فهي شغال البرنامج موقفش هي عمل destroy طبعا بعد ما انتهى تنفيذ البرنامج بالشكل يعني ذاتي من غير ما انا احدد كمان في ال oncreate command اني اقوم بيقافه بشكل بنفسي زي ما شفنا احنا stop self استخدمنا stop self ورقم لنا لكن هنا لا هو بينهي البرنامج لحاله ممكن انهي كمان بنفسي يعني ها مثلا start اي بدأ ها الحين لو قمت بيقافه يعني حطمت على طول stop surface او هو بشكل ذاتي بنفذ المراحل كلهم هدول وبيجعل start command واش في عندي انتنت بيبعث له هنا بعدها بنفذهم هنا مثلا اخذ عشر دقائق عشر ثواني او خمستاشر ثاني هو بقوم بعمليات بعدها بيجعل النهاية لعند ال on destroy وبيدمر او بحطم السيرفيس من غير ما انا اعمل runnable نيو runnable وثريد نيو ثريد واشي زي هيك لحاله ال on handle intent موجودة عشان ما احتاج اني انا اعمل ثريد جديدة زي ما احنا شفنا في السيرفيس السابقة اتمنى انكم استفدتم من هذا الحلقة وشكرا جزيلا المتابعة